اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو الصدق انا عندي مرتبة تبرد بالكهرب تحط فيها موية زي الماتور كذا وانا اخذ الليل انه يعني مكيف ما يقدر يبردك جميع الاتجاهات يعني ممكن تلقى الواحد برداء من فوق بسما نظهره حرب ففعلا اليوم قمت وطفيت يعني طفيت المرتبة يعني واضحة بس انا اقصد مثلا هنا وحنا نسجل نسيت شغل مكيف فحاليا يعني او لا زال لا زال فصل الصيف وحر وكذا بس يعني قصد ان اللي جربنا الفترة اللي راحت يخلي هذا شتاء الحمد لله صح يعني لكن عموما السادة الكريم انت الاسبوع تراني ما عليش تحسس انه يعني واحد من دي تفاولي عن نفسه ويتقول لزهايمر بس الاسبوع الماضي انت ايه الناس ما اخذينها صح مدام هذي بذكر قبل فيه اليوم احطيت في تويتر فيه الدراسة سووها الفرق بين دمنشة دمنشة والخرف عموما سوان الزهايمرز ولا يعني اشياء ثانية بس مو بسايكوسيز ولا ذا لا اللي تجمع العمر فسووا دراسة على الناس اللي ناظرون تلفزيون والناس اللي يقدونوا على الكمبيوتر اثرها نفسيا وذهنيا فقط ما نتكلم جسديا يعني جسديا ممكن يعني يختلف شو موضوع ولاحظ طبعا واحد يمكن يعني واحد سألني من الشباب قال طيب هو الجوال قلت هو مو بالكلام على هل هو جوال والكمبيوتر والتلفزيون الكلام على الكمية التخاطب هل أنت يعني تتفرج بس يعني حتى الجوال اللي يقد يفتح مقاطع ويدخل تويتر بشكل آلي غير اللي يقرأ مقالات ومدري ممكن يحل الشي إذا أنت مري طحت أنت في guess that game I want to guess the game اي اول مرة فتحت اول رابط كده نظرت قلت اوف هذي هونت شو دون عرفها خمّنتها مبكة فتحتها شفت صورة اللي قلت اوف هذي كنها هونت شو دون بس ما توقع حطوشها مرتين مرة بعض خمّنت اي لعبة انا اي لعبة ما عرفها اكتب Call of Juarez كده عرفت الـ Default اذا ما عرفت اكتب كده لأن ذيك فيها كلش فيها رعب الظاهر فيها Cowboy فيقول لك أن الحركة طبعا حتى ذهنيا ونفسيا تساعد يعني تروح تسويك تمرين ولا تمشي انا مثلاً نلاحظ إذا كان أبفكر ولا وهذه توقع كلنا جي تكلم تلفون تحب تمشي وتكلم تلفون عرفت أريح مثلاً انا سويها مثلاً إذا كان فيه اجتماعات ولا مقابلات أنا أتكلم إذا لا طبعاً لا نقصر الصوت وكن معهم لا يجي قلباً ولا قالباً لأنه عم بعد عرفت فطلع عنا اللي يشوفون تلفزيون يزود احتمالهم مع أن الإنسان اللي يعني ما هو بس يشوف تلفزيون طبعاً الـ Baseline يعني خلنا نقول شخص شوف شوية تلفزيون يلعب شوية يناظر يزود 30% أنت يعني احتمال يجيك خرف بدري 30% أعلى من اللي ما يمضي ساعات طويلة اللي يناظر تلفزيون كثير بكثرة عرفت مقارنة بواحد ما يناظر تلفزيون كثير يعني لأن الدراسة كانت على مشاهدة هو استخدام هو الفكرة كانت استخدام الشاشة يعني عموماً يعني كانت ما تتحرك ومخك ما يتحرك عرفت الفكرة أن كل اثنين ما تتحرك أنت تخلك من الـ ديسكس اللي تقدر ترفعها اللي يقولك ستاندينك ديسك وكذا لكن كانوا بيشوفون عدم الحركة على حركة مخك ولا جسمك على المخ بس مهوب على الجسد لأن الجسد طبعاً معروف إذا ما تحركت يعني أكيد لها ضرار مع أنه ترى حركة بسيطة حتى يعني فيه ناس يقولك يا أخي ولا كل ساعة قمت وخط لك لفة في الغرفة ورجعت ما يسوي شيء ما يحرك شيء مهم مشكلة بس رياضياً أحسن منك ما تتحرك أبد الناس اللي تجيهم يعني مشاكل وإذا ما يتحركه أنا بيت تقريباً عرفت يقيد ست ساعات ما تتحرك مرة تلقى كل شيء يجيب لأحد أنا يعني من زمان عندي يعني أقول لأحد جب لي شيء عيب عرفت يعني استراحة عندنا عامل كل الشباب جب لنا جب بيبسي جب موايا أنا أقوم يقولهم إذا صارت لا سمح الله يعني وصلت وقت رجعيني ما تتحرك أوكي بعتمد لكن الحين بتتحرك إذا رجال أرتاح لأجي تلبق سيارتي لبقها في أحسن موقف لون نص كيلو أنا زيك بالضبط الشغلتين هذي ما إي يعني أنا بغا أفكر بطلع قبل الدخلة بعدين يعني أحيانا أرضي للزحمة وأقرب شيء وهذه هي بعدين فطلع اللي يستخدم الكمبيوتر على اعتبار أن يستخدم الكمبيوتر يعني ما عند ناس واجد ينظرون شلسلات على الكمبيوتر عرفت لشأن كذا الكمبيوتر معدوب يعني عادة أن يحل شيء يكتب شيء يعني ما أدري يمكن منتدى يتاوش مع الناس يتلاقط فلقوا أنه بالعكس النسبة تنزل 20% طبعاً هذي يسوونها على هذه اختبارات طويلة المدى ولا شيء يعني وما هي بعده شيء دقيق مرة وتعتمد على كم ساعة يعتبرون يعني يعني النظر توجدون كم ساعتين ست ثمان بس تعطيك شوي انطباع من زمان أن يعني المخ لازم تمرن زي الجسم ما في شيء اسم أريح مخك ومثلاً يعني إذا أنت زي تحب تقرأ كتب وكذا فهذا زين بس إذا ما تحب سوها شوي لو من ناحية تمرين المخ يعني ما في شيء اسم أريح مخي رابت كذا ريح مخك يا رجل ريح مخك من الهم من القلق نعم مهم من التفكير وكذا فبس أنت يا مذكرت الزهايمرز اشطحت الشطحة فنعود إلى الموضوع نعود طيب أنت الحين ترى نفسك يعني تمام اختبار حقيقي الحين الأسبوع اللي راح أنا السالفة الزهايمر هي اللي أنا كني أتذكر الأسبوع اللي راح الناجب نطاري المقابلة اللي سويتها بالأصلاح هاة شي كده كبير على كبير يعني فيه هذا في جامعة الفيصل اللي جزء من موسم الجامرز أنا الآن معرفت موسم الجامرز نفس الشي ولا وراء وراء جامرز هذا الهوية الهوية دي على أساس الظاهر موسم الجامرز يعني وصف توقع عندنا كده عندنا حنا تماشيا مع توقع موسم رياض موسم جدة موسم دريش وقيمرزيت اللي يفترض أنه راح يكون الهوية يمكن اللي في كل مكان في العالم حلو وفيه بتاير ون اللي هو مطور اشتغل على لعبة اسمها فن القط العسيري القط مو بقطو يعني وله بقط طالع مدري نوع من الرسم وهذه فيه الليلة البابطين هي اللي مستاذة في جامعة كانت في اليمامة بس مدري حين ظهر الفيصل وأيضا هي المطورة والموسيقى فيه أحد ملحنين لمير سعود مع هذا ديفيد وايز اللي هو ملحن دونكي كونج كونتري وان تو ثري وتروبيكال فريز وفيفا بنياتا وكم لعبة فيه يوكاليلي فزي اللي على هامش غيمة ثون على هامش غيمة زيت جابته هي فذاك اليوم جالسين معه يعني أنا وياها وهو ثمان ساعات نجهز الأسئلة ونتعرف على بعض ورحنا وأنا أدرت الحوار هو فيه أحد صوره يعني فيه صور ومقاطع فيديو بس الفيديو نفسه قلت لهم يعني هل بيبث هل مثلا مو بيبث لهم ما بيث هل بيعرض قالوا لا اسمه خططفات يعني كانوا مصورين كله عشان بس برومو عارت وعطى واحدة ثانية اليوم اللي عقبه وهذه يعني كانت يعني نفس المكان نفس كلش بس صارت باسم جي كون فتقريبا حضرت الثانية تقريبا عطى نفس الشي يعني تكلم عن تاريخها وشلهم بدأ تكلم عن اللعبة القطة العسيري حضرتنا على توتر تغطية يعني اللي قدرت عليه الموسيقى أي موسيقى لححنها ولا شغلها لأنه في موسيقى لححنها قدامنا أو يعني عزفها كنت حاطها فكانت تجربة حلوة يعني أوكي هذا ملحن يعني معروف جبت لعبة يوقع عليها ف ثالث وقعات بعد حسنتني غفتت أقدر أبيعها الثلاثة لا لا مزح بس لأنه فيه فيه ناس جو وفيه الأثنين اللي خلوه يوقع بس كلهم خلوه يوقع على ثلاثة أشياء هزيقى أنا ما عندي إلا واحد يا الله تعال وقع فكانت حلوة حلوة يعني لأن أنا دائماً أقول يعني يعني الألعاب أنا برأي يعني ما هو بلازم كل واحد أفضل ما أكون فقط مستهلك أكون متذوق يعني ما هو تعرف اللي بيسوي نفسه هو متذوق لا يعني مثلاً أشياء عن الكورة يزور الملاعب مثلاً أرفت يأخذ اللي تور مثلاً في ما أدري آياكس ولا منشستر سيتي ولا أرسنل هذا اللي رحت لها عشان كده أرفت لا ومدريد بعد رحت شو تنحق مدريد؟ الملعب هوم الجديد إيه لا القديم لا شو التجديدات اللي بيسووها بس ما شو لا قد رحت لها بس على أي عارف عارفة القديم رحت له وبرشلونة حضرت مبارات في الدوري بس محدود الروحات ما قد رحت لشامبيونز الليق مثلاً نهائي هذا رأساً يعتبر شيء الألتمت كول بس فريقك هنا دجاء أبروح ترى أنا سبشجع ضدك أنا بالعقون مع فريقي كنت فيعني طبيعي إيه يعني أعتقد فريقي لأنهم زمان طبعاً نتكلم باسم ميلان وإنتر ميلان هاي هالإنتر عندي أحزان عندي التي شيرت أنا شرأته عقل ما باسم اللي راح من أمازون ضار دجين ما فازهم زمان صح إيه عشر سنوات بس أنا أنا من أيام فان باستن فشي قديم يعني منذ نعومة ظافري اللي شمعك حين يقول ظافري خشنة نعم هاي خلاصة اختشنت لا والله ما في لا شغل ولا شيء أكثر شيء دراكسون جيها هذا أكثر استهلاك لظافري يعني كان شيء حلو نحب إنه مثلاً يعني أقرأ عن الألعاب حتى فيه ترقب ويمكن قريباً أنا ما فيه لعبة سويتها قبل عشر سنين أو أحد زملة اسمه جهاد نبي الحين ننقلها على ونحطها مجاناً فودي أصير قلت أني سويت لعبة عرفت تصير مطور العب يعني واحد عندك خبرة بس لأني تعرف اللي يتكلم وما قد تسوها لعبة تعرف أول سؤال يجيك أنت قد تسويت لعبة يوم كتكلم نعم خلاص توهق عرفت توهق يعني فبوحيان تحطها زي الشهادة زي كذا فكانت حلوة يعني صراحة ممكن هذه السمه كلها اللي هو التسويق ممرة اللي أنا كنت أقدمها محطوطة في بداية جيمس كوم يعني كان قبل عقبة بساعة الأخ جف كهيقلي يمللنا بإعلان يعني مثير وخمسة عشر إعلان نجيب النوم يعني تحسنا شوي الوقت ممكن ما كان مناسب لأنه كانت تستاهل تستاهل نتجي يعني حتى اللي يجوا يسألون صراحة صرتهم زينة كانت يعني تحس ناس يعني عندهم اهتمام بالشي صد مو بواحد مثلا وش فده بدخل مثلا ودخلت الجامعة بعد سنوات من والله والله جامعتهم من فيصل زينة أنها شرحة يعني ما هي زي بعض الجامعات اللي كانت داخل سجن معتقل بس تتذكر أنت الدكتور النفسية ايه والمشروع اللي سلمته هنا مواصل والاختبار اللي ما ذكرت له قبل بساعتين وبغضت جلسك تقلبية بس يلا الحمد لله على الحال والله يعني كان يعني إذا صارت كده أصير خلاص اللي الشكوى لله متعايش مع الموقف هؤلاء مشكلة كان معدلي زين يعني يعتبر ايه لا جل أني كنتش تنظر يعني كان ولاخر سمكلا سمحين تقني قاعد أهايط يعني طيب أبغى أعلن أعلن عنا أبغى أعلن عندكم كم لا زي ما سونا قبل السح يعني 25-25 فيه شيلد الكولونيل والكيرنل شيلد حق كنتاكي ممكن حتى شافني يحطه على تويتر هو منذ الأغطية اللي تحطه على اليد بس إن هذا مكتب عليه كيف سي وفيه حتى قطيين للعصى العصيان يعني حتى بالعكس فيه قرب حليوة يعني شيء كده مضحك أكثر من إنه ممكن طبعاً يفيدك فعلاً إذا تبي اليد ما توصخ تعرف ناس اللي يحطون غطى على الريموت يقيد عشر سنين ما شاء له أي فطبعاً بيكون زي ما ريفاتت بيكون فيه تغريدة على حساب PLG على تويتر تغريدة فيها سؤال ويعني بتمسح منه على ثنتين من هذول أنت سؤال متى حطة في تويتر ممكن شبع اللي فات إنك إنك أنا تقبل أنا ترى بربرتي واجد أنا ما ألقى الشيء دورت على تويتر أنا أبغى شيء حاطة ما ألقاه يجب أن ألقاه يجب أن ألقاه في البوك مارك أنا ألقيت ألقيت حلو فيعني شيء ضريف كده بس يعني يمكن أكثر شيء مكتوب عليه كينتاكي يعني ف وبنعل إن شاء الله الفائز الحلقة الجاية وبعدين انتم التواصل هو بيكون في الخليج لأنه بما أن الشيء يعني مادي مهوب كود صعب يرسل أماكن بعيدة يعني محصور كل دول الخليج أي تمامي تمامي يعني عاد فالكم الفوز والله شكت قبل شوية صورة اللي يعني شكله ضريف بس يعني عاد اللي مرة بيفرق معه سالفة الشعار والإعرات والإسم يعني إنه يصرخ بكينتاكي بس إنه ضريف طيب وش الأسبوع ذا طبعا أنا كسرت العادات والتقاليد اللي تعودنا العبث خيرا اللي بيرسز يا أخي انصدمت الشخصيات بلاي سيشن فايل بس انصدمت الشخصيات أقل من اللي كنت قل هي تقريبا 20 2019 صح بقع شي كده اللي أرغبت وإنه ناظر قد واح مرغب إذول إذا كان عندهم شخصيات جاهزة كثير وناوين مثلا خلال السنة الواحدة في ثلاث موسم كل موسم ينزدون أربع شخصيات هم ناوين ظاهر أربعين وستين يعني فيه عشرين قادمة وفيه عشرين عقبها بس بس متى يعني هذه ما أدري بس يمكن تشتريه هنا في نسخة بمية في نسخة بستين في نسخة باربعين وكل واحد يقول لك مثلا عشرين شخصية دائمة أربعين شخصية دائمة صراح ماذا عن ستين ميم تأكد يمكنها معها خرابيط ثانية بس في عنده شخصيات واجد ولاحظ اللعبة عنها فري تو بلاي إلا أنها أعلى لعبة من بيعات في أمريكا الشهر اللي فات يعني لا زال فيه ناس تفعوا عن نسخة اللي جمعها خرابيط ولا مثلا ايه معنا فري تو بلاي فلا ناجحة مرة يعني وصلت على ستين وعشرين مليون لاعب مو بنس الوقت بس يعني وصلت عشرين مليون واحد لعبها مختلف والله لايس وصراحة اللعبة جميلة تسهل بعد عدد تسهل يعني بيكون الشيء هذا يعتمد على معين كثير بس إنها هي كلعبة جميلة يعني و أنا طبعا جربت شخصيات اللي هم فاتحين لي في البداية وكان في روتايشن جربت باتمان ومن كان في آريا ستارك اللي على فكرة تصميمها مره خايص ما كنت أدري النهاري اللي دخلت وشفت مكتوب النهاري يعني ما أدري ليش رأخذ بكزباني رهيب ما كان موجود في الروتيشن المطرق بس يعني اللي جربتم كانوا يعني ما أدري رهيبين اللعب عن خرايط وكده والشخصيات وحنا قد نلعب القدرات يعني ذكرت ما حسيت أني مثلاً فيه رولة هالا أو أضاهر اسمها كذا هذه كنت ألعبها أحس أنها نسخة أرخص من سوبر سماش أوكي نفس المبدأ بس نسخة وخيصة وهي طبعاً أندي يعني فمو بأنها تعيب بس هنا لا قادر حسني قادر ألعب منتج ممتاز جداً مع نفسي مع نفس الفورم اللي حق سوبر سماش وشخصيات وعالم يعني أغلب الناس عارفين الشخصيات هذه يعني عكس مثلاً نينتندو إذا ما كنت لعبت وقيمر ولعب شخصيات أين كانت الشخصيات اللي موجودة من أي لعبة هنا طالعاً شخصيات عامة فأتوقع أسهل برضو موضوع أن الناس تنجذب للعبة وعلى أجهزة كثير فوالله يعني اللعبة هنا قادر ألعبها أوكي نايس لعبتها أونلاين اثنين ضد اثنين البيكس صراحة أنا ما مر بلعب مرة كويس فما أقدر أحدد قديش تأثر لكن يوم فتحت البيكس كذا اللي حسيت أوكي كويس أني ما حسيت أنها بارقة مرة بس هذا هذا تقييم شخص يعد يضغط الأزرار بأسرع كذا اللي الغطسها تحت سان فوق من باب التنويع ومو من باب التكتيك يعني ف ما تفقد مر بأسرع بس والله جميلة اللعبة جدا يعني تخيلني باب تلعبها لعبة تحطها في الاستراحة تلعبها دائم تشغلها كذا اللي وقت انت عندك بعد ربع ساعة طالع عندك مشوار اللي هو وحتى ممكن تلعبها وقت طويل إذا تبغي والله تجمع طيب القوائم شوف أنا كان عندي بما أني بالقوائم ما بدورت أشياء كثير كنت بلعب اللعبة أبغى أجرب اللعبة أكثر بس صدق إنها ما كانت ما حسيت إنه فيه أشياء كذا فيه ألعاب اللي أول ما تبدأ اللعبة تشوف القائمة كان هي تسحبك إنك تستكشف أحيانا فيه أشياء تثير فضولة لأن كل شيء واضح قدامك القوائم مصمم بشكل مرة وخرافي هنا صدق مجيت مثلا أبغى حط البركس كده اللي أضيع ما أدري لحظة وين البركس فجأة يطلع المؤشر اللي تحرك بالأنالوغ فجأة بتصير بالأسهم طلعت لي الأشياء بس ببقى أني ما كنت أستكشف مرة كثير في اللعبة فما أحدد ما كنت أدري إذا هي والله بتصير مشكلة يعني عامة ولا لا اللهم في موضوع كنت أغير الأزرار ما أبغى أحرك بالأنالوغ أحرك بالأسهم وكذا يعني فتحت هنا وحست أن الموضوع كان أصعب مما مفروض يكون يعني بأفرواتش أتفهم أنه فيه تعقيد بتعديل الأزرار هنا مهين ممتعقيد وتمشي المؤشر وضغط بضغط السهم بس توقع أنه يرجع واضح من سؤالك واضح أنه فيه مشكلة عامة في القوامة حسيت أن الموضوع حتى اللي كنت ألعب معه قال لي إذا عرفت علمني هو دور شوي قال لي إذا عرفت علمني كلنا مع بعض بدأني يوم رحت وعلمته ويقول يدور شوي بدأ اللي لحظة وين أصبر دقيقة ما صار كذا على تغيير أزرار بس من إذا لكذا حسيت أن أكثر من اللي مفترض يكون هو الصدق أنهم على طول يقولون لك هل تود تغيير قوائم ترى تقدر تعدله على كيفك وما رأت عدلت أنا فيعني يمكن الملامح علي أنه يمكن تقدر تبسطها مرة وما يطلع لك كل الحوس تحس أنك داخل على راوتر ولا شي تغير عدادات صدق بعيدة على القوام والله بس بعيدة على القوام يعني اللعبة بما أن يعني ما لعبات خلال شغل اللعبة بختار شخصية والعب القوام بصير استخدامها محدود جدا كانت يعني لأنني ما أقدر أجزم للحين فيه طور قصة ولا لا ما أتوقع لأن القوام شوي تحوث يلا لقاعد فيه شباب مرتين قالوا لي خلنا لعب وما قدرت محسن يقولون خلاص هذا حين هم مفروض يقولنا معني والله صد كنت طالع مرة ومرة ما انتبهت والله والله أولا بسيطة بسيطة طيب أنا أولا سبلاتون ثري كان عندهم جيد ديمو يوم واحد بس ومعندهم عادة شي سمون سبلاتفست اللي هو يعني تاخذ فريق أحيانا يكون فريقين يعني تختار أنت واحد منهم وحين يكون ثلاثة ويصير كل ما فاز فريق ياخذ نقاط وبالأخير شو من اللي فاز أكثر واحد ظهر اللي فاز وياخذون شي كده سخيف مرة بس يعني رمزي فمثلا هالمرأ خدت كان ورق مقص حجر فيما دخلت أنا كان مقص هو اللي متقدم الأول وحجر الثاني وورق الثالث فما خدت مقص خدت حجر ليه إن صاحب مركز الثاني عنده دافع أكثر يصير الأول بس صاحب مركز الثالث يمكن أنه متحطم وصاحب مركز الأول يمكن يبدأ يتهاون كيف عن طلع صح فاز الأزرق اللي هو ورق هو صدق إني اخترت عشوائي بس رضعت هذه طلعتها عقب عقب وقلت إيه هذا المبرر فهي يعني صدق من المرات القليلة اللي يقدر أقول فعلا ما تغيرت عن سبلوتون 2 وعن 1 ولعله شيزين بالعكس حتى الجايرو اللي هو أنك تتحكم بالعصة اليمين ويسار بس أيضا بالحركة للأشياء الدقيقة لأن العاصة مي بدقيقة ما تقدر تجيبها مرة على راس واحد والتحكم بالحركة متعب لكن إذا أنت بس على قوات مفاين تونينج أنا كانت معجبتني في سبلوتون 2 ومفاعلها فصدقنا سبلوتون 3 حتى عقب وخمس سنوات ما كنا تختلف عن 2 يعني أوكي طور القصة بيختلف السؤال هل كانت يعني سبلوتون يعني أنا ما لعبت سبلوتون وجدا هي مثيرة الاهتمام فكرتها دائما من الفيديوات اللي يشوفها بس أنا كنت أنتظر سويتش بوين نزل عشان ألعبها طيب لكن الجزء الأول أفترض كلعبة من هالنوع يعني كفكرة مختلفة تستخدم سالفات الصبغات والأشياء هذه أقدر أتخيل أنه الفرق بين الجزء الأول والثاني يكون ملحوظ جدا لأن الجزء الأول كان يعتمد على الفكرة المختلفة بعد أن الجزء الثاني يصلح أي يعدل أي عيوب ويضيف على النواقص بس هل هي من الألعاب التي تتخيل أنها بتكون مثلا زي جزء ثالث بيكون عيب أنه يكون ما في تغير ولا أنه لا عادي أنه يكون قفزة شوية في الرسوم تحسينات من هنا من هنا وياخذ فترة بس يعني من باب النقل الاشتياق والتعديلات تكون ملحوظة للي يلعب اللعبة كثير لأنه فيها سلاسل كثير كثير أتخيل بتلفيلد مثلا لو ما كان عندها سالفة أنه أقدر أغير الفترة الزمنية من الماضي للحاضر اللي بتغير شي كثير لو كانت دائما بالحاضر وتنزل كل ثلاث سنوات شو بتغير بتلفيلد عرفت اللي هو صح هو أصلا المشكلة 30 في نفس الموقع هذا وصلت المرحلة فهل يعني عيبها كذا ولا ولا لا بالعكس مرة رهيبة والإضافات اللي بتيجي كلها أوكي شكرا يعني لأنني ما لعبت فما عندي تصور أنا يقدر واحد يسألني يقولني طيب أنت تكون مفروض تحسن زي وشو بس الفرق ما لي مطور لعابنا عرفت يعني أنا يعني دعوة هوك تقول أنك مطور لعاب لا مطور لعبة ما أسمى مطور العاب إلا أن تصير أكثر من اللعبة والله في لعبة ثانية بس أنا ذيك ضاعت من ذي وراحت وصراحة كانت أقل مستوى هو يعني أوشي خلنا نشرح بلاتون بس وش خليها مميز إنكم فريقين ضد بعض بس النقاط مهيب على القتل يعني تقتلهم أنت يعني على أنك تصبغ أكبر قدر من المرحلة هذا الفيصل طبعا أنت تقدر تصبغ أكثر من طريقة تقدر تصبغ على جنبك لحالك بس بيجي واحد وينصاكذ بحك فتقدر تقول لا أحسن وسيلة الدفاعي الهجوم وروح أذبح فهذه مخليتها أعمق شوي أو في خيارات أكثر من مجرد إنك أقتلوا بس يعني فعلا أنت ممكن يكون تخصص طبعا لس الحد بلا تختلف وفي القوة القوة التعصيبة فيبدأ يصير الواحد مثلا وطبعا عندك بعد تقدر الحبر اللي أنت يعني الباوية بس نسمونه حبر اللي أنت قاعد ترشه تقول تغوص فيه عشان يتعبل الحبر اللي عندك فتلقاك وأيضا تتفادى الأعداء بأنك تغوص في صيفي دايما هل هاجم هل دافع هل أنزوي وقعد أصبغ ولا بالعكس هل طب مع واحد لأنه عادة إذا كانوا اثنين ضد واحد يعني غالب يفوزونهم الاثنين والعكس إذا كانوا قدامي اثنين من العفريق الثاني غسل يدي يعني يقول ليه يضيعوك تخليد بحوني عالقا يطلع سبوانيق أسرع فهذا الرهيب هذا الرهيب الجزئية هذه تحديدا هو الرهيب فيها اللي مثلا خلنا نقارن بأطوار كورف ديوتي يعني رغم فيه اختلاف هين لعبتين كبير بس مثلا في الألعاب هذه عموما الشوتر أو حتى أوفر واتش اللي يكون مثلا فيه اوبجيكتب أحيانا نقطة معينة لازم تسيطر عليها فالكل يتجمع عندها شيء كويس بلعبة فيها مثلا شخصيات زي براج أو مثلا في كورف ديوتي مثلا فيه النقاط كان دائما دومنيشن طور ما أدري يعني فيه ناس مرة يعجبهم ناس مرة ما يعجبهم بس هنا ما فيه يعني تلازم تروح تدورهم وتقتلهم لأنك إذا تركتهم براحتهم إلا أنتم سيطروا أحسن وهم تركينك هذا شيء ثاني بس دائما لازم تروح عشان تسيطر على الخريطة عشان تقدر تلون أكثر بس برضو لازم دائما تشتغل على الأوبجكتف والأوبجكتف ما أنا مكان معين الأوبجكتف كل الخريطة لونها بس لازم تروح تكتل الخصم فالشيء ذا يعني مسوي موازنة بأنك كل الأحوال قاعد تلعب أوبجكتف ما أنت بجالس والله بس فروح أدبح ولا أنت بس رايح بجلس عند العلم ولا أوسح مع أخويا مثلا في أشياء زي Call of Duty وغيرها فأتخيل أنه في مجال للتوسع بس ما دل أنا ما لعبت ولا جزء فما أقدر أعطي ما أدي وش فيها اللعبة من أفكار وش ينقصها على الأقل بتقييم الشخص إنه لعبتها فأتفضل عطنا عطنا انترايك هذا هو وش ممكن الجزء الثالث والثالث هو أنا شفت اللعبة بمر خمس سنوات الصدق اللي يلعبون هواجد يمكن لا زال يبون بس جديد يعني بحية ممكن تكون زي الكورة بحاتي يعني شوي تحسين بالرسم زائد مثلا أسلحة جديدة طرق تصميم شخصيات جديدة وطور قصة جديد واللي ما لعبهم زمان لو ما رجعت واللعب الأولى كان يمكن ما انتبهت لأن عندنا زينة فهنا يغيرونها إذا طحت المبيعات والانتقالات كانت عالية بس ما يغيرون هاي سبب ثاني لأن شوها ناجحة فهم منهم ما يعرفون يغيرون ولكن ما في أي دافع لهم فهذه يعني اللعب لا لو تقول لي سبلتون 2 صدقتك يعني خلنا سبلتون 1 على البيو طور القصة طبعا لا طور القصة كان يعني هنا ما كان موجود بس في الجزء الثاني كان نوع متحديات اللي لعب واحد وضريفة لأنه متى تصير لعبة فاشلة الطور الأول إذا كان زي الانلاين بسمع بوتس عرفت ومنها العاب القتال ومنها بعض الألعاب اللي تكون هنت قاعد تلعب يعني كان الانلاين بسمع بوتس هذه لا هذه كانت تحديات حتى أضافه طور كان ديل سي كان حليل وفيه سامن رن اللي تعاوني فعندك تعاوني عندك تنافسي عندك قصة طور واحد واللعبة بايعها زين يعني أنجح سلسلة جديدة من ننتندو في المدري عشرين سنة اللي فاتت ولا شي لكن أنا بالنسبة لي أم لعبتها أحس أن مدري إذا ما أجبرت قيمها ماني بلاعبها ماني بشاريها لأنه خلاص تعوت أرى فداما في عندك فكرة أنه أصلا يعني الناس اللي لعبوا سبلتون 2 قبل مدري خمس سنين يمكن بعضهم معادي يلعبون واللي ذاك الوقت كانوا صغار يقول لك أنه مستحيل لاعبين جز أكثر من 20% منهم لعبوا جزالي قبل إذا كان جزالي قبل لخمس سببع عشر سنين تستغرب تقول شنون يا أخي أنا كل أخوياي أنت كل أخوياك تتكلم عن الصغار تتكلم عن الناس اللي تركوا الألعاب مرة واحدة فتقر تقول لأنه سبلتون 3 حتى لو أنها على آخر عمر السويتش وهذا على أولها علازة لنفس الجيل بس بينهم خمس سنوات شوي في ناس كثيرين الأول مرة يلعبون وبيلقونها حلوة لأنه مو بشرط فيها عيوب مقارنة بلعاب ثاني أنا قلت الجايرو هو اللي همني لأن الجايرو كان حلو في 2 وما حس تطور في 3 عارفت؟ لا زال في شوي بعض يعني كان ودي أن يكون أدق مثلا يعني عشت واحد يقارن بالجايرو في فورتنايت وأنه أحسن لأنه فعلا حس أنه يعني يجمع كنفارة بس فيه كسل اليد اللي أنا أحبه اللي نيكسول فأي لا كيبرد ما أسعجزت لهم مرة فأنا أقولك تلعب بشكل حليوة وجيدة يعني توقع تاخت قيمات زينة بس أبد ما أقدر أقول النقلة ولا شي يمكن لو أبعد زين أدموها فيه المحتوى الكامل لا 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 ما فيه إلا اللي ضد بعض أونلاين بس منه تشوف الرسم حتى فيه مثلا المدينة اللي انت فيها الأداء مخيس لأنها بس مدينة تمشي فيها وما تدخل الصالة اللي قبل ما تلعب نندب الأداء طيب وحلنا نفترض يعني دون تحديد نوعية فيه تطور كبير اللي هو أخيرا عدلوا مطوروا أو يعني سووا أبديت لسيرفرات من تندب فيه يفترض من الله ينحسن هذا الحال يصير يعني خمس سنوات يعني لازم مفروض لا ظهر كله من أيام الوي وهم سيرفرات مجيش فيها تقنية قديمة ولا شي نذكر كان خبر أنه أخيرا يعني غيروا طبعا السيفرات كثرها يعني في مجرد يجمع بين راسين بالحلال يعني فيه هولة تصير يعني أي يعني بير تو بير غالبا بير تو بير يعني على كده بما أنه نترى التطور في العالم يفترض أنها يصير أحسن أي وعلى فكرة عندهم هم نسخ حساب جهازك حساب منطقة حسابك منطقة حسابك اللي تحدد للعب العادي لكن إذا جيت تلعب زي هذه البطولات لا يأخذه على IP أو على المنطقة اللي تحددها أنت للجهاز فأنا مثلا أقدر ألعب مع أمريكان وإذا وممكن ما لعب للمعهم حسابه أمريكي بس لجت بطولة لا يحطني مع اللي حالي واللي طبعا شي زين يعني عشان هنا هي مهمة عشان حتى هم النسبة لهم إنها تأخير أحيانا مو بس يضر اللي اللي عنده مشكلة في النت يضر حتى اللي ضدك اللي نتهم زين أنا كان أكثر من يوم عشان يجربون على فكرة ترى في شي تقلت أمسو الواحد وكتشفت إن رهيب وما قد قلت يمكن لك وشو كان فيه مو كان فيه لازل فيه بس الأسف حتاج بي فين موقع تضغط زر ثلاثة عبر ريزن تيفو الفيليج ما في لغين ما في ساين إن ما في شي ما تقرفنا هذي ولا ولا عيض لا لا منهم هم نفسهم ديمو بس رهيب إنه ما في لغين ساين إن سو حساب دخل مدري وشو صدق الوطف مرتاح مطاعي يشتغل عندنا فحطيت في بي أن فكان الأداء نص ونص والله نايس هذا وعلى سيفراتهم يعني جوة جهاز قد ما هي جوة النت بس أنا بالنسبة لي يعني هاي الظاهر أخيرا ستيديا سووها بس شو عقبه إن الظاهر ناظر فيديو على يوتيوب تقليل تضغط تحات وشغلك اللعبة إذا هي عندهم لأن أنتبه هذا سيملس تبه اللي ما أبغى لا أسوي حساب ولا أبغى أسجل ولا أبغى شي أنا أجرب ذاللعبة أنتم يعني إذا كان ديمو أوكي طبعا إذا كان يعني شيء اشتراك أكيد لازم يكون فيه ساين إن وذا بس أعجبتني حركة دي ومزمان لها كم شهر كتبت عنها في تويتر بس يعني فعلا إنجازت لي عموما أنا قولتك عموما ترسل تسويها مع الناس كويسة طبعا قلت والله أقول واحد لكن 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 وبدأنا قلت تقول وش قلت تسوي نفس حق ترييان ف عموما لعبة ثانية لعبتها هي باكمان باك وورد هذه نزلت لعبة سيشن وون بعدين نزلت الثانية على تو والجيم كيوب والظهر لكس بوكس والثالث بعد هي يعني في الوقت اللي كانوا شركات زي نامكو يعني يبوني جربون ألعاب مختلفة كان فيه كلون وال اللي تكلمت عنها قبل يعني اللي كانت ضريفة يعني شخصياتها وموسيقاها هذه يعني كانها اللعبة الأصلية كانها يعني علشان سبايرو و كراش وهل ريماستر ولا مو بريميك ريماستر مزبرق يعني كانها علشان بعد ريماسترات سبايرو و كراش الفرق ندريك كانت ثلاثية وذي بس جز واحد فأنا من يفاهم ليه من نزلين لعبة هي ثلاثية ولا يبدي يكون اللي محبوبة ولا معروفة حتى فيعني حتى مع كلون و نزلوا ثنتين على الأقل فش معنى هذي نزلوا واحدة بس عندك لعبة السلاحف بدي أقول ما أدري بغيت أصرف كذا ما أدري مشكلة أن حلب مطالع شي يعني زي زي مطلعون كابكم و نموشة ون مش الفائدة طيب ما عدتش من تو هذي لها كم سنة ترى لا ضار ثلاثة سنين طلعوا و نموشة ون و قضينا خلاص لا تو ولا ثري ولا الرابع الرابع اللي ممكن عندي حسن واحد لنلعب زين ولا يعني زينتي كانت مخيسة فهذه وش شي هي لعبة منصات على جنب أكثر شي بسباحين تدخل في الشاشة الغريب أنها معقدة عنها يعني لعبة منصات ذاك الوقت يعني عندك باكمان يقدر ينقز يقدر يضرب مؤخرته إذا ضرب يقدر يبنط من جديد يقدر يطفو في الهوى شوي بأن يسوي بيدينه يقدر يسوي زي سونيك يفر في مكانه يقدر يرمي البلتس حقه عرفت اللي أكله عادة النقط الصفر يقدر يرميها على الأعداء فأحس معقد على أن يعني شخصية لعبة منصات بسيطة يعني شيف كراش مثلا يفر ويضرب وقضينا يعني ويجي واحيانا وتلعب يجي تاكل شي ويصير كنا باكمان الصدقي تمشي كذا على الأرض وتبلع الوحوش ذاك الأشباح بس معظم لا فيه مثلا مم بحتى الغاز بس سويتش مثلا تفر عنده يوديك مثلا يفتح لك مثلا شي يوديك فوق يعني لعبة منصات عادية الرسم حليل حتى ذاك الوقت المقطع السلمائي اللي في بداية كانوا نامكوا مرة مبدعين فيه ذاك الوقات يعني عندك سول إج عندك تيكن تو ثري عندك حتى رجيسر وعندك هذي فتقاء ضريف كذا جاءوا ذول الأشباح واخطفوا كل عائلة باكمان ميز باكمان صارت باكمام عشان ظهر حقوق فكان قبل لازم تنقذهم كلهم عشان تخلص اللعبة الحين لا صار ينقذتهم يوريك نهاية ثانية فاللعبة غريفة ما هي باللي يعني توقع فيه أحد كان يحتريها مدري على أبرد من الثلج ممكن يعني بس ما هي بدي كلي مميزة يعني يعني حتى مثلا في بداية الكامر أنا ما قاعد تسمع موسيقى بك ما أنا عارفها يعني فما دي أنا يعني أنا طبعا دايما أمبسط إذا شركة رجعت لعبة قديمة لأن دايما أشوف أنه عطى الناس فرصة يجربون مهما كان بس في نفس الوقت أحس أنها يعني جزء واحد بس اللعبة يمكن محذرة عنها يعني أنا مثلا ناسيها كنت توقنت ما كنت تدري عنها صال لا جدا أن في لعبة زي كده يعني فأستغرب أنهم سووها يعني أحس هذا اللي يقولك بالانجليزي هاف آست يعني اللي ما حطيت حيلك فيها صح الرسوم أحسن وكده ولداء زين مع أن أنا للأسف لعبت على السوج فلداء موم مرة زين فضريف اللعبة حليلة في أشياء واجهة تجمعها يعني حتى فيها الفواكه تجمعها بعضها عشان تدخل على مراحل يعني كنها باكمان العادية يعني يعني ما هم مثلا بس تجمع أشياء مثلا في كراش اللي تجمع الفاك هذه الوومبافروت بس عشان يجي عندك محاولة زيادة بس يعني أو التقييم طبعا الكراتين بالأخير هذه لأمة تفتح لكماكن وكذا فتحس اللعبة كانت شوي معقدة في وقتها ورجعوها زين بس أحس أن أوكي لو أنكم حطين الثلاثية على أقل أقول هالثلاثة العاب يعني أذكر سبايرو كنت أنقز بين الألعاب وأشوف التطور اللي صار بين كل جزء وجزء وعرفت أخيرا سبايرو أحسن من كراش بواجد تختلف معي صح ولو بلاك لا أتبق معك لا سبايرو يحبها أنا سبايرو فوقتها ممكن عشان يعني البلاي ستيشن ما كان يقدر على عالم ثلاثي زي كده كان عندنا يعني ماشي يوم رجعت قلت لا الله سبايرو لعبهم احترموا جدا على وقتها والله أنا كلهم صراحة كلهم احترمهم كنت يعني ألعب هذه الألعاب سبايرو كان لها ذكريات طيبة وجميلة لأن نذكر منها هيش اللعبة ظاهرة الوحيدة اللي عالقها في مخ أمي كده اللي جالسة تقول ذاك البنافسج ما ديش كانت تسميه تنين ولا مدري نعامة والله ما ديش كانت تسميه تعرف اللي جواهر كده اللي جمع جواهر لأنها ما داني أي لعبة فيها طقيق طبعا زي أي أم فكانت تنبسط على ذي صحنا قاعدين نلعبها المش كانت كده تمشي في مكان تجمع جواهر من هنا وتنبط وحياة حلوة ما يعني حلو صحنا تقول لك فيه لعبة سلاح فينزلت لي شريدر رفنج ما ديش لعبت أم لا 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 بس تعطي لأن فيها إلى 6 لاعبين على نفس الجهاز لا أصبر كل من بلاي ستيشن أربع لاعبين على نفس الجهاز عشان بلاي ستيشن هو الأكس بوكس الضار يدعم ثمانية بس أونلاين تجد تلعبي إلى 6 فالحين لا فيه حزمة من 13 لعبة أيوه السلاح في أركيد جيم بوي ميجا درايف تنزل أو أوكي نزلت أمس طيب نزلت اليوم وزلت أمس فقصد هذا الفرق يعني هاي 13 لعبة أوكي أقدم من باكمان بس 13 لعبة يعني لو ما جازت لك واحدة وشان كده أنا بعد سوني ما حطوا ولا أربع لعاب وفيها لعاب ثانية حتى كلون وا طيب يا أخي حطوا حقات الجيم بوي ولا شي ترى بسيطات بميليتر يعني 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 عالقى كليكشن أف مانا حطوا فعلا ثلاث ألعاب مانا يعني الأولى يعني يعني ما أدري اللي حقبك يا تقرأت تقول أوكي ما حطوا حقات البلاي ستيشن ون فهذه يعني أحس إيه لو حطوا ثلاث جزاء لأنه يعتبر كأن قطعة متحف على قراتهم يعني 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 أبغى أشوف هذه اللعبة القديمة أكثرني استمتع فيها أبغى أشوف وش ذاك الوقت مسوين كيف كان تصميم الألعاب فأبغى أشوف ثلاث أجزاء اللي نزلت عشان أشوف النقلة وكذا وتلقاه الكلكشن دايما مثلا الناس أوه أحبون كلكشن مثلا كراش ما ذي ترليجي مثلا سبايرو ما دري وش شو فأبس هذه اللي لعبت حلو حلو يعني لاتون إن شاء الله نهابت لنا لعب الإطلاق للبرو بحيث أنه يعني نلعبها نشتريها ونلعبها هناك تمام بالنسبة لي أنا في على صعيد آخر في موضوع البورد جيمز طبعا أول شيء سبوع اللي راح أنا أتوقع هنا ويجي موضوع اللي هو الزهايمر اللي تكلمنا ألا بداية الحلقة أتوقع أني تكلمت عن اللعبة اللي كان فيها ديمي غادز وكويست وشيء زي كذا وما أدري أنا قلت الاسم ولا لا احتياطا إذا كنت ما قلت الاسم اسمها فيل فيلد فيت أنا كنا أذكر فيت بس أخاف منك شن قلت لها قبل حلقة يمكن أو لا عموما أنا أحنا نقولها احتياط شيء زي كذا أما فيما يخص لعبة هذا لسبوع هي اللعبة اسمها إنش إلعبها من لعبين إلى أربع لعبين وشكل اللعبة جميل ومميز من اللعبة اللي لو تحطها في مكان كذا وتجدب شوي لسبب طبعا هو الفكرة على أساس لها دخل بالثقافة الإيرلندية بس ما أدري صراحة وش بضبط لأنه تقعد تلعب ما تحس مرة أوفوش اللعبة هذه اللي الثيم حقها مرة منطقي كان تحاول تاخل مناطق وتفوز بس إنها لها دخل في موضوع لأنه في مالك بظاهر أساس إنها ميت وبتاقضون حكم شي زي كذا فكل واحد منكم يتحكم بلون معين على أساس إنه كلان يسمى حتى ما يسمى واريورس أو على حسب عدد اللعبين راح يكون فيه ثلاث مناطق اللعبة تايلز شكلها شكلها غريب إنو تبحث عنها بتشوف كذا شكل القطع يعني ممربعات لا لها مسننات كثيرة طبعا كلها نفس القصة فيعني دائما كلهم يركبون على بعض فال ودائما في شرط سواء في السيتوب أو أثناء اللعب إنو أي تايل جديد يدخلوا اللعبة لازم يكون ملامس منطقتين ثانيتين يعني ما تقدر تحطها في جهة بس يكون تمد اللعبة بشكل مستطيل مثلا ف في بداية اللعبة كل واحد منكم يحط اثنين من الكلانز حقينا بالدور طبعا من عند أول لاعب تأخذ فرة بينكم شخص اثنين كلانين أو شخصيتين أو منتش فقرين على البورد والهدف فيه ثلاث شروط للفوس شرط الأول فيه مباني تبنيها أثناء اللعبة اسمها سانكتشوريز الظاهر أو سانكتشوريز أتوقع سانكتشوريز أتوقع فإذا كان عندك شخصياتك موجودة في مناطق فيها التوتل سانكتشوريز بتفوس بغض النظرة أنت مسيطر على المكان أهم شي أنك تكون متواجد في أماكن فيها ستة لأنه عادي التايل الواحد يكون فيه ثلاثة أو أربعة على حسب مجر الليل هذا واحد اثنين الشرط الثاني للفوز أنه يكون عندك شخصيات بستة مناطق مختلفة بغضهم وبلازم تكون مسيطرة على المناطق هذه ثلاثة أنا قلت أربعة شرط فوز ولا ثلاث الظاهر ثلاثة بس الثالث اللي هو أنك تكون شيخ على ست أفراد مختلفين أو ستة كلانات في الخريطة يعني عادي أنا أكون في منطقة مثلا عندي أربع شخصيات فأنا اللي مسيطر على المكان هذا وأنت عندك شخصيتين واحد ثانية عندك شخصيتين أنا الحين شيخ على أربع شخصيات فأبغى ثمين زيادة بس وأكون حق شهرط فوز بس ما راح أفوز مباشرة لأن طريقة اللعبة بعد ما تسوون السيتاب حق اللعبة في كروت أكشن لونها أخضر وفي كروت حمرة وكروت صفرة الصفرة هذه للمناطق اللي كشفتوها بعد ما تكشفها كل منطقة لها اسم تطلعون الكروت الصفرة تحطونها مكشوفة هناك هذه أثناء اللعب كل واحد بداية كل راوند اللي مسيطر على منطقة معينة بيأخذ الكرت حق المنطقة دي يضيفها ليده يعطيها أدفانتج معين للمنطقة دي أو في اللعب عموما وكل راوند طبعا يصير تحديث على هذا الموضوع الكروت الحمرة هي الكروت الوحيدة اللي ما راح تحرقها نهاية الراوند تستمر معك إلى أن تلعبها وتأخذها بأكشنز معينة الكروت الخضرة هذي اللي تبدون فيها توزعها بالتساوي وفي كرت بره بعدين كل واحد منكم مثلا أنا آخذ كرت وأمشي الكروت الباقي للشخص اللي جنبي يأخذ اللي بي منها بعدين يكون معا كرتين بدين يمشي اللي بعده إلى أن يكون معنا أربع كروت كل واحدة أو خمس كروت على حسب بعدين يبدو بالدور ألعب كرت سوي اللي مكتوب فيه بس الكروت اللي فيها يعني أنك تحط شخصيات من بره اللعبة في البورد تبني مباني تسحب كرت أحمر في كروت رياكشن اللي إذا أحد سوى شي تلعب الكرت هذا بس الشي برضو المميز غير شكل اللعبة طبعا طريقة القتال فيها رهيبة تلحكنا وغمان اللي هي يفرض مثلا أنت موجود ومعك واحد في مكان جيت أنا دخلت عليكم نفس المربع هذا حيثنا عندنا خيار كلنا لازم بالاتفاق طبعا يعني أننا نقول أوكي نبغى نسوي فايت ما نبغى نسوي فايت كله أكول تمام أوكي خلص ما يصير فايت نكمل اللعبة هذه إذا واحد على الأقل قال لا أنا أبغى يصير فيه فايت يبدأ الدور من عند الشخص اللي سوى إنيشيات للفايت اللي دخل المنطقة يختار لعب يقول لأنا أختارك عنده خيارين الشخص الثاني لو مثلا أنا أخترتك لأنك تطلع الكلام حقك الشخصية بره الخريطة أو تحرق كرت من يدك طبعا ما تبي تحرق الكروت اللي بيدك كلها القضرة لأنها هنا دورك تقعد تلعب لو خلصت كروتك كلها معدلك دور فسهل إن الناس يعني يسوون أكشز أكثر يقربون من الفوز وتمعلك أي فايدة فأحيانا بتضطر الضحي وأحيانا أنا عاد حسب يعني ظروف اللعبة وممكن لأ بتحرق الكروت ويبتل الفايت إلني أنه واحد يصير فاز خلاص أو الكل يقول خلاص يعني لأنه مثلا أنا لو جيت هاجمتك وخلصت أوكي تمام يجي الدور عندك تقدر تقول أنا ما بي يا شباب نوقف نوقف كله تمام كله تمام يلا دائما في الخيار هذا برضو طبعا أثناء الفايت تقدر نكتنحاش من منطقة المنطقة المجاورة أنت الشيخ عليها لازم تكون طبعا الشيخ على المنطقة عشان تروح لها تنتخيبهم والشي الثاني برضو اللي يعني تشعر بأنو إذا جيت لعب كرتك القبل أخير تقول أنو هنا في مكانك زي كذا اللي هو معا في ناس حبيبين إذا ما قلت هاي ما الشيالك لا هذا لا إذا لعب مع أمه وأبو أنا أبو لازم تستقعد وتحب أربع كروت بعد هنا في اللعبة فيه توكل معين اللي إذا أنا الحين بدأ دوري وأنا أقدر أفوز لأنه أحيانا ممكن أصير أقدر أفوز وما أنتبهتولي بطريقة معينة لازم أخذ التوكل هذا وقول هذا بمثابة إيش أنه ترى أنا الحين لو ما خربت علي نهاية الراون ذا بفوز قاعد تعلمهم كذا خربوا علي ولا ترى بفوز فالشيء هذا يخليك تحاول توقيت الفرصة الانتصار الآخر الراون بدلا ما هي بداية الراون وبنفس الوقت تخلي الناس يعني يتفتون لك يعني يتسوي أكشن في اللعبة تشوف شوى الفروجة كلهم يحاولون التعاولان عليك اللعبة جميلة ومختلفة يعني شوي عن أشياء ثانية لعبتها شكلها حلو اللعب نفسها حلو اللعبة من مرة يعني في ناس ما يحبون العاب اللي ممكن يصير فيه تكسير عظام هي من مرة فيها تكسير عظام بس ما تقدرون تخلونها كذا تقرب تجوبكم فيا هذه لها إضافة ضيف لعب خامس خامس وإضافات إضافية ثانية نسيتها صح فيه توكن برضو بما أن شروط للفوز كلها ستة ستة ففيه شي سمونا ديد توكن تقدر تاخذ بطريقة معينة في اللعب دائما بلس ون على أي شرط للفوز يعني أنا شيخ على خمسة هذا يعتبر السادس كني شيخ على ستة أنا في أماكن فيها خمسة سانكشوري إذا أقدر ألعب هذا النوع مو بألعبه هو معي بمثابة البلس ون فدائما كذا هذا أحد الأشياء لا تنتبه هن واحد وممكن يفوز لأنك ناس عنده واحد أو اثنين تنتبه لها تقول لحظة لازم يخرب عليه وحيانا هو لازم ينبه كالصنا لازم يقول لك أنه لا ترق تفوز طبعا اللي مهتم بالأشياء الثقافة كل كروت ظهر الحمراء موجود لها في الرول بوك قدر تقرأ وتشوف الأرض حلول اللي مهتمين شكلها على الطاولة أنا من الناس صراحة اللي يهمن شكل اللعب يكون يعني جذاب قدر المستطاع واللعب فيها برضو حلو وما تطول مرة تقتاخل لها ساعة ساعة وبس والله جميل طيب قبل ما نختم واشي طبعا بذكر بالسحب اللي بيكون على الغلطة هذا الشيلد الكولونيل شي ثاني بس خبر لأنه يعني الخبر إن البلاي ستيشن هو خبر في واحد يعني البلاي ستيشن زاد سعره يعني ممكن أول مرة جهاز منزلي يزود سعره ولا هو بينخفض في اليابان حوال تفتاعش وسبتعاش في الممية تدائم النص الشهر الجاي بينما في أوروبا عشرة في المية وحنا يعني حقين شرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا بس ما حددوا بالضبط الدول اللي فيه ويعني عندنا بأنه يباع عادة مع لعبتين ومد ثلاث يدين ومكنسة ولا اللي هوه فما تدري بشي أسعار يعني مفرول هذا مخالف يعني بزارة التجارة بس ما أدري يعني مدري لي هناك واجد تنحد لابد أن تشتري مع أشياء فزبدا وش يعني الميتاكويست زاد سعر زاد سعر 25% بعد وكان بعض الكلام لعل مثلا عشان يعني قوانين الاحتكار أنه قاعدين بيعونه بخسارة هذا ينظر الاحتكار لكن أيضا كانوا يخسرون كل ربع الظاهر كان يخسرون مليار فيسبوك طبعا مليار هذي بنسويلهم اللي يلقونا تحت الكنب كذا بينما مثلا السويتش السويتش صدق زاد سعره ولو أنه يعني يقدرون يعني يتملصون منها يعني السويتش كام 300 بعد أن نزلوا مديل محسن وهذه دائما تصير يعني مع السنوات أن ينزل مديل مديل محسن خلوه 350 المديل اللي قبل لازال يباع فيقدرون يقولون أنه ما زاد سعره لكن البيستيش لا هالمرة يعني زاد نفس المديل طبعا فيه فرق أنحف سويت جدوى أنا قاعدت تقرأ فيه فرق في الوزن إذا خذنا أبو دسك كان 4.5 كيلو نزل عام مديل مختلف 4.2 والحين 3.9 يعني نزل حول إيهي نزل حول 15% وزنه غالبا غالبا توقع أن المعالج واللي حوله صغرت شوي وصغر مع المحول لشيء هذا العادة سنصير يعني التبريد والطاقة تتغير تصغر مع صغر المعالج يعني ما توقع أنه مشاله شي ولا خلوه البلاستيك أخف ولا شيء زي كذا وما تغير يعني أبعاده بينما الرقمي كان 3.9 صار 3.6 والحين صار 3.4 ف نقص له حول نصف كيلو ترامو مي ببسيطة يعني نقدر نقص له حول 15% معنا آخر أبو دسك الحين زي وزن الرقمي أول ما نزل قبل سنتين يعني في ناس كانوا يقولون لا الرقمي أحسن وصغر فطبعا هم برروها وشو أنه فيه تضخم وفيه أزمة أو كساد اقتصادي قادم بس أيضا أنه اليورو طاح سعره مرة يعني اليورو أنا أذكره مصفرت لربا كان أقل من دولار من هو كان 5 ريال فنتخيلنا مثلا ينزل من 5 إلى 3.5 هاي 30% نزل يعني كأن كل شيء صار يدخلك فلوس أقل بـ 30% بما أنه بـ 30% كان يباع بهامش ربح بسيط والرقمي بالتأكيد كان يباع بخسارة لأن المية اللي بينهم ما تقفت يعني تبررها بس بـ 30% عادة موجود دسك يعني دسك 30% تلقابل كثير مع كل شيء يعني يضيفه زي شحن فارفعه السعر هل بيكون لها ردة فعل ما أدري يعني ماكروسوف قالوا ما إحنا برافعين طبعا نتندو يعني بكل بجاحة قالوا ما إحنا برافعين إيه ما إنتوا راحين لكم ما إنتزلتوا أبد الجهاز الوحيد اللي أذكره يعني علقاء في أمريكا لأن أمريكا الأسعار اللي تزمون بها رب عادت أن تكون يعني مقترحة ما دي فيه فرق بينهم أنه يعني بـ 6 سنين داخل في السابعة ما نزل ولا هلالا يعني أنت لو تشتري السويتش الحين نفس لوك شريقة بـ 6 سنين ما تقالت تقول حتى أرجع لأخذها علقاء أرخص إيه أصلا تظهر تكلفت عليهم الحين يعني ما تفوين يعني اللي ما وإحنا بزادين السعر إيه ما يكلف شي ما حدوب فهذا الخبر أنا يعني حاولت أشرح العملة وماندي جاني واحد قال لا تبرر لهم قالوا الله ما يبرر بس أنا عارف من إذا كان الموضوع مو بواضح ضد ومع يبدون الناس يحاولوا نحطنوك في أحد ما يبرر لهم ولا شي وبالأخير أنت تشتري براحتك يعني يعني الرقمي يعني بعد في وقتك كان كنه خسارة بس أنا حاول أشرح ليه إنه أكثر على صرف العملة وإنه فيه شوي كساد وأيضا يعني ممكن واحد يلاحظني فيه توجه إنه أسعار النيزة ما تنزل زي قبل البلاي سيشن ون نزل في سنة نزل ثلاثين بالمئة أنه أتوقع إنها مش الربح قاعد يصغر والتطوير قاعد يصير أصعب يعني حتى بعد ثلاث سنوات بسيشن ون نزل تسعة وتسعين دولار حتى هو جهاز أصغر وشكل غير بسيشن تو لا ما نزل عن مئة وثلاثين الثريض ظاهر ما نزل عن مئتين ولا شيء والفور ظاهر نفس الشيء واللي يمكن حتى أعلى يمكن مئتين وخمسين فكل مال يجب أن تنزل أقل يعني طب ألا توقع المشكلة ما أدري هل هو ما أخذ بالاعتبار هذا الشيء وكان له دور أصلا باتخاذ القرار أو لا بس إذا افترضنا أنه يعني هو تقريبا منسبة كبيرة على الأقل كان مخطط له ما ندري عادة الحين مع الظروف العالم والحروب اللي بتصغير وممكن تصغير اللي هو البرو نسخة البرو تأثير قرار زي كده لو بتنزل السنة الجاية لو بينزل بلاي سيشن فايف برو مثلا الأكس بوكس يعني ما غيروا سعرهم فما ندري هل بينزل أغلى من السعر هذا ولا بينزل البرو بالسعر التسعير الجديدة ويرجع البلاي سيشن فايف للقديم ولا تتوقع أن الموضوع في حاجة جدا بسبب الوضع الحالي الاقتصادي واللي يحلها الله بعدين وشف في أمريكا مازال سعره وأمريكا هي أكبر سوق وأيضا يعني ما أدري على قوة مجليزي فور بتر وفور وورس هو اللي يهتمون فيه يعني أصلا ربع مع البلاي سيشن ثري وحتى قبل كان زرف كان يرفعون الأسعار يعني كان عادي عندهم يعني كان ربي متعودين لشي فأمريكا أنا أحس أن عندهم يعني خطوط سيكولوجية حمراء يعني الجهاز ما يتعدى 500 لأنه فوق 500 فوق النص ألف كأنك رحت إلى أسعار الجوالات الغالية أو لشي ما عدهوب مثلا يعني أسعار أجزة هالعاب اللي لا زال فكرة أن هالكل عائلة أو كذا أيضا لو تلاحظ مثلا البلاي ستيشن فور نزل بـ 400 بعدين البرو أيضا بـ 400 يعني كان أوكي هذا نزل وهذا البدالة بعدين البلاي ستيشن VR أيضا 400 فكان كأنها 400 عندهم هذا مبلغ ما يتعدونه أعرفت فأتوقع الآن أنه ما يبون تعدون 500 عشان كين أنا أتوقع بـ PSVR 2 يعني شبها كيد أنه بيكون بـ 500 ولو نزل برو أتوقع أنه بيكون بـ 500 بس علشان هذا لكن 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 رأسنا ثلاث مرات أبل الحين يفكرون أن ينزلون ساعة برو بل في دولار يعني فوق الدبل ساعة العادية ميتا اللي هم فيسبوك يفكرون أن نزلون VR فوق الألف دولار اللي هو فوق الدبل يعني حين صار فيه فكرة بعد أن ننزل شيء بريميوم فخم كده مرة غالي عرفت؟ بس الكونسول ما عدت خير عندهم الـ هذي هي هل مثلا سوني يقولون لا 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 ما نقر ننزل شيء برو فخم مرة أنا ودي مثلا يعني كواحد يحب التقنية ودي أنزل بلاي ستيشن فايف نسخة بلف دولار يخربونها كده اللي يعني RAM الدبل المعالج عندهم مراوح أوفر يعني بيضر الستاندرد أو ما رح يستفيده يعني لا أنا أبغى إي أنا أبغى يصير زي البي سي يصير يعني الأشياء مفتوحة كده يعني أنا يعني على قواتهم أنا أتحمل الخطأ عرفت يعني أصير اللعبة يصير فيه زي debug mode ولا شي له أقدر أخلي اللعبة أوفر كلاكت وتخبط اللعبة أو شي أنا أتحملها عرفت نوع ما زي البي سي يعني اللي ما تضمن وش قاعد يجيك يعني من اللعبة يعني ما تضمن الإعدادات هذي مصلحة لأي جهاز يعني الله بس يعني إذا فيه إذا فيه شوي يعني ما بيقولن حاسة بس تعرف الناس اللي يقول لها اشتري الجهاز أول شي يصبر ينزل سعره ويصرحون خراباته أنا ما عمري اعترفت صرحون خراباته أنا دايما اشتري أول شي ولا خربت علي خراب ما خرب عقب يعني الأكس بوكس أوكي ثلاث سنوات وهي خرب تولع لمبات ثلاث بس جهاز كان يخرب وأول ما شريته وعقب سنة ما عد فيه خراب ما مر علي بسيشن 1 2 3 4 5 سويتش Wii U Wii GameCube Nintendo 64 ما عدد عاد سبر وتندو ما الحق يعني زي اللي زيادة أصبر ينزل سعره ها لا أول ينزل سعره ولا صلحه خرابات ويخبرت أصبر تنزل ألعاب إذا ما عجبتك لألعاب العائلة هاتش تريب غض النظر بس إذا عجبتك لألعاب بلاكس فيه كده لذة شوي إنك بداية الجهاز عرفت Astro's Playroom وزي كده هو بس صدق هو يعني ما أدري أنا من نوع اللي زي كده اللي لذة كده اللي تشعروا في اللعبة هو يتوك نازل ولا شيء خصوصا يصير فيه كم لعبة استعراضية لقدرات الجهاز هو ما ينزل بودك تجربها وتشوف بالضبط بس مع الوقت عموما لكن عموما توقع هذه الأخبار اللي عندنا لليوم نعم في أي أخبار أضافية أوكي يعطيك العافية أستاذ أصام على تواجدك الله يعافيك ونشكر لكم استماعكم للحلقة وإلى أن نلقاكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من بودكاست لبس في مان الله